أعربت الفنانة ميرفت أمين عن استياءها بعد انتشار صورتها بدون استخدام المكياج على وجهها والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حضرها عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق حيث ظهرت في العزاء ويبدو عليها الحزن والتأثر والتقدم في العمر حيث تفاعل عدد كبير جدا من الجمهور مع جلوس الفنانة ميرفت أمين في العزاء بمفردها بعد ان فقدت الكثير والكثير من الاصدقاء المقربين منها على مدى الاعوام القليلة الماضية كما قالت الفنانة ميرفت أمين في تصريح خاص لا اشغل نفسي بمثل هذه التفاهات وحقيقي باستغرب من الناس اللي بتستغرب ان حد ممكن يروح العزاء وشكله من غير مكياج او من غير اي تجميل في نفسه احنا رايحين عزاء مش رايحين مهرجان سينمائي كما اعرب عدد من الفنانين والمشاهير عن رفضهم سخريد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صورة الفنانة ميرفت أمين التي تم تدولها خلال الساعات الماضية كما دعم الفنان طرق لطفي الفنانة ميرفت أمين على صفحته الشخصية على فيسبوك مع جمهوره ونشر صورة للفنانة الكبيرة وعلق عليها قائلا ستظل فتاة احلامي كما ردت الاعلامية اميرة سيد مكاوي على منتقد صورة الفنانة ميرفت أمين قائلة لو الاستاذة العظيمة ميرفت أمين راحت العزة على سن جتعاشرة وحتى ميكب زي مئات السيدات العاديات اللي بقوا بيعملوا كده دلوقتي كانوا قالوا ودي رايحة عزة ولا رايحة فرح عاملة تجميل وشدة وشها كانوا قالوا ما تحترم سنك وتقبالي انك كبرت في السن لانها راحت طبعية وحزينة قالوا الحق وملامحها اللي تغيرت وصور زمان وصور دلوقتي صدقوني الحكاية مش في استاذة ميرفت خالص لانها ست جميلة شكلا وموضوعا غصبا عن الكل وفي كل الاوقات الحكاية في ناس منتظرة اي شيء علشان تجرح ناس ما تعرفهاش وتتنمر وفعلا دي حقيقة الناس الايام دي بتحب تتنمر وبتحب تجرح اي حد في اي مناسبة من غير اي سبب ناس مريضة ناس قلوبها مريضة ناس بتحب تعمل مشاكل من لا شيء وفعلا التنمر بقى شيء بشع جدا في المجتمع وياريت هذه الظاهرة تختفي تماما من مجتمعنا لان ما فيش ابشع من جرح الشعور وجرح المشاعر